موسيقى اهلا بكم معلمي ومعلمات برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الخامس الابتدائي اللي بيساعدنا اننا نطور الطلبة ونساعد انهم يواجبوا عصر التكنولوجيا في كل حلقة حنركز على دروس الاسبوع وطرق تدريس مختلفة ومتطورة اثناء المتابعة يفضل يكون معنا ورقة وقلم عشان نزجل اهم النقاط والملاحظات هدفنا النهاردة هي نجاهز لدروس الاسبوع ونتعرف على طرق تدريس مختلفة واهم نقاط الاسبوع ده وفي دروس الاسبوع ده تحديدا الطلبة هيبتدوا المحور الرابع ويدرسوا منه الدرس الاول والدرس التاني وتدريباتهم بالنسبة لمقدمة المحور الرابع الطلبة بيتعرفوا على الفكرة الاساسية اللي مبني عليها الدروس بتاعت المحور الرابع وهي مشروعات برمجية وبيتعرفوا على السؤال الرئيسي اللي هيجاوبوه في اخر المحور بالنسبة للدرس الاول الطلبة بيتعلموا عن المستكشف الناشط الدكتور دي جوبونس دي ليون وازاي بيتطور التكنولوجيا عشان ينشئ بنية تحتية متعلقة بالطاقة المتجددة وازاي يستخدم شبكات الاستشعار اللي بتجمع البيانات بالنسبة للدرس التاني الطلبة حيتعلموا عن ازاي يسبتوا ويحدثوا برامج وتطبيقات على اجهزة ويندوز واجهزة اندرويد المختلفة وازاي يحلوا مشكلة توقف والشاشة عند الاستجابة وبيتعلموا نظام العد الثنائي بالنسبة للتدريبات الدرس الاول والدرس التاني الطلبة بيتعلموا عن جهاز بي تو راسبري باي وبيعملوا بحث عن المشكلات والحلول التقنية في ايجاد البيانات بيعملوا تخطيط ابداعي يحلوا بي مشاكل في المجرسة وبيتدربوا على اسئلة متعلقة باللي تعلموه في الدرسين محتاجين نجاهز ايه وعارفين ايه بالنسبة الادوات اللي هتحتاجها معنا المعلومات اللي تكون عارفينها للدرس الاول ده اول حاجة محتاجين الفيديو وورق واقلام وصورة لمبنى الركاب تلاتة في مطار القاهرة مثلا واجهزة كمبيوتر او اتصال بالانترنت طبعا في التاب المعلم معلومات عن كل موضوع تحت بند كن انت الخبير ولكن ممكن نتعلم اكتر عن المواضيع من خلال الانترنت بالنسبة للدرس الاول ممكن تبحثوا عن معلومات اكتر عن المستكشف الدكتور ديجو بونس ديليون وشغله عن استخدام الاجهزة الكهربائية المنزلية في تخزين الطاقة بحيث انه مايبقاش فيه هلك واهدار لطاقة الكهرباء بالنسبة للدرس التاني محتاجين برضو نفس القصة اوراق واقلام تمييز ومعاجم واجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت وممكن تعملوا سيرش وبحث عن البرامج والتطبيقات المختلفة اللي ممكن ننزلها على كمبيوتر وبتشتغل بويندوز او اندرويد استراتيجات التدريس هنشوف النهاردة مع بعض طريقة لتدريس مقاطع فيديو وطبعا دي موجودة في كتاب المعلم وطرق تانية كتيرة هنشوف مع بعض استراتيجية مهد وشاهد وراجع هدف الاستراتيجية دي انها بتخلي الطلبة يستخدموا مقاطع الفيديو بشكل منتج في الدرس وبتاخد عشر دقايق تقريبا هنطبق الاستراتيجية دي على الدرس الاول هتقول للطلبة انهم هيشوفوا مقطع فيديو عن المستكشف الدكتور ديجو بونس ديليون وتسألهم ايه اللي فاكرينوا عنه من بداية المحور وتقرى لهم الاسئلة بصوت عالي وتعمل منقشة في الفصل عن الاسئلة والطلبة يقترحوا اجابات ويقولوا متوقعين يشوفوا ايه في الفيديو وممكن الطلبة يعملوا الخطوة دي في مجموعات من اتنين وبعدين تشغل الفيديو مرة او مرتين تاني وبعد كده تدي الطلبة فرصة يناقشوا اجابات الاسئلة في مجموعات من اتنين ويشوفوا اذا كانت توقعاتهم صحيحة يقولوا عليها وممكن تسألهم اسئلة عن الفيديو تبقى اساس النقاش للطلبة كفصل زي مثلا ايه الحاجات اللي تعلمتوها في الفيديو كانت جديدة عليكم بالنسبة للدرس التالي هنطبق استراتيجية خطط او خطة وشارك خطة وشارك وهدفها انها تدي فرصة للطلبة يفكروا في المعلومات والافكار اللي اروها في الدرس وبانطبقها على فقرة لنستكشف وتاخد ما بين 6 الى 8 دقايق تقريبا هتقرى فقرة لنستكشف بصوت عالي وتوزع على الطلبة ورق عشان يبتدوا تخطيط لمشروع بحسي وطلب منهم يكتبوا ملاحظات عن اللي مطلوب فيه لنستكشف والمدرس يلف في الفصل ويساعد الطلبة لو فيه احتياج ولما الطلبة يخلصوا حطوهم في مجموعات صغيرة وقلهم يشاركهم لحظاتهم مع افراد المجموعة بتاعتهم وقلهم ان لو فيه حاجة مش مفهومة يطلبوا من زملائهم في المجموعة انهم يشرحوها ليهم توقعتنا من الطلبة انهم يفهموا الدرس مش يحفظوه غير كده احنا منتوقع من ان الطلبة بالنسبة للدرس الاول انهم يعرفوا عن طرق استخدام شبكات الاستشعار لجمع البيانات ويعملوا بحث ازاي يستخدموا تكنولوجيا عشان يحلوا مشكلات ويفكروا في طرق عشان يحلوا المشكلات باستخدام التكنولوجيا بالنسبة للدرس التاني بنتوقع من ان الطلبة يشرحوا ازاي يسبتوا برمجيات الكمبيوتر بامام وينقشوا ازاي يحدثوا برامج الكمبيوتر ويعرفوا ازاي يكتشفوا مشكلة توقف الشاشة عن الاستجابة وازاي يحلوها ازاي نقيم اللي تعلموا الطلبة بالنسبة لتقييم الطلبة بنعمله عشان نتأكد ان الطلبة اتعلموا الحاجات المهمة بالنسبة للدرس الاول ممكن نسألهم اسئلة زي مثلا المستكشف ربط الاجهزة ببعض ازاي اجهزة الاستشعار ساعدة المستكشف يأمل ايه ايه النظام اللي مصر عملته عشان نستخدم المياه بطريقة فعالة في الاراضي المستصلحة بالنسبة للدرس التاني ممكن نسأل الطلبة ايه البرامج اللي ممكن ننزلها على جهاز الكمبيوتر اللي الويندوز بيستخدمها وتعمل ايه لو شاشة اندرويد بتاعت جهازك اللي بطالت تستجيب لو انت عايز تحدس البرمجيات بتاعت اندرويد على جهاز اندرويد هتعمل ايه ازاي نعيد تدريس عند الاحتياج ممكن نعيد تدريس حاجة فعلا بعد لما نقيم معلومات الطلبة ونلاقي ان فيه احتياج لكده النهاردة هناخد طريقة لاعادة التدريس من خلال نشاط مختلف عن اللي عملوه قبل كده هناخد النهاردة طريقة ان الطالب يلاقي الطالب التاني زميله اللي بيكمل معلوماته قبل بدرس المدرس بيختار المعلومات وتكملتها زي مثلا ورقة مكتوب فيها شاشة كمبيوتر بتشتغل بويندوز ما بتستجيبش او ما بتشتغلش والورقة التانية مكتوب فيها دوس لمدة طويلة على زرائر الكنترول والالت والدليت وبيدي المعلومات لنص الطلاب وتكملتهم للطلاب التانيين النشاط اللي يتأمل في الفصل ان كل طالب يلف على باقي الطلاب ويقول اللي عنده في الورقة والطالب اللي بيكمله يرد عليه بالمكتوب في الورقة عنده وكل اتنين يلاقوا بعض يقدروا يقهدوا نأمل ان نكون عرضنا توضيح اكثر عن دروس الاسبوع وفكركم ان كتاب المعلم موجود على بنك المعرفة المصري والدعم للطلبة واولادنا وابنائنا الحلوين على قناة مدرستنا في التلفزيون وعلى تطبيق مدرستنا بلس فقريت نعرف الطلبة عن القناة دي وفي نهاية هذه الحلقة دائما هنلاقي الورقة اللي معانا واللي بنسجل فيها قراراتنا التدريسية اللي ممكن نغيرها او نطورها بعد ما تعرفنا على طرق مختلفة لتدريس المنهج الى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة